السلام عليكم الكرام هاني هذه الأيام يصادف ذكرى ولادة الفنان الكبير والموسيقار محمد الموجي أيضا الأستاذ محمد الموجي الراحل ذكرى ولادته هذه الأيام تقامه ويعتبر أيضا أحد أبرز الموسيقيين في الوطن العربي وأيضا يحمل برصيدة تقريبا أكثر من 1800 أغنية ولحن أكيد أنه كثير أعماله كثيرة لا يمكن أنه أكيد أنه نجمعها في هذه الفقرة وأيضا أنه مستمعين الكرام إلى باع طويل أيضا مع الأستاذ الراحل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وأيضا العديد أيضا من الفنانين ورده وفايزة أحمد وأيضا العديد من المطربين العرب حتى اليوم ارتقينا إلى أن يكون ضيفنا في برنامج المجلة الصباحية وأيضا على هوا راديو التايمز سكوير هو نجل الموسيقار محمد الموجي الأستاذ الموزع الموسيقي الموسيقار يحيى الموجي وسعيدين جدا أيضا بانضمامة في إذاعتنا عبر الهاتف رحب بك أستاذ يحيى الموجي وأهلا وسهلا بحضرتك أحب أشكر الأستاذ مصطفى نزار الإعلامي وأحب أشكر راديو التايمز سكوير في البصرة على أنكم ما زلتم بتتذكروا بلحلنا الكبار وتتذكروا على الأخص محمد الموجي في يوم مولده ويعني أنا يسعدني وشرفني المداخلة الهاتفية مع راديو البصرة الحقيقة فعلا أستاذ يحيى إحنا اللي شرفنا بصراحة أن انضمامك ويانا في برنامجنا وفي إذاعتنا وهذه أول مرة أعتقد أنه تكون حضرتك في إذاعة عراقية أو محطة بصرية على وجه الخصوص يعني أحب أسأل حضرتك اليوم بمناسبة ولادة أيضا الكبير الموسيقار محمد الموجي تحدثين حضرتك عن أقرب لحن أنه تشوف حضرتك هو قريب على الأستاذ يحيى الموجي طبعا موسيقار محمد الموجي أحد عظماء الفنانين المصريين ويعتبر يعني ركن مهم جدا من أرقان الموسيقى في مصر أغلب ألحانه طبعا غالبات ألحانه وأنا بحبها جدا يعني لو قلنا أحلى لحن قريبة من قلبي الحقيقة ألحانه كلها قريبة من قلبي لكن أنا بقتص أغنية كبار اللي هي غناء عبد الحليم حافظ لأنها لحن متكامل لحنا وتوزيعا وغناءا وعصفا من أركستر كارس سيمفوني بالإضافة للفرقة الماسية وده عمل متكامل متوزع توزيعا كامل وأغنية صعبة جدا أن أي حد يغنيها في حفلة الحقيقة وكانت يعني عبد الحليم ما غناش في حفلة لصوابتها وده أقرب لحن لقلبي يعني من ألحان محمد الموجي فعلا صديحية أنت اختارت من الأغاني المهمة جدا لعبد الحليم وهي أيضا مهمة في الموسيقى العربية صديحية شنو الدرس اللي تعلمت من والدك الراحل الموسيقار محمد الموجي طبعا أعظم درس تعلمته من والدي طبعا أول حاجة الموسيقى طبعا ده أول درس تعلمته منه وخدتها الحقيقة بالوراصة يعني الموهبة موجودة بالوراصة في الجينات في الجينات يعني من صغري تعلمت منه طبعا التفاني في العمل والإخلاص وأن العمل لازم يخرج من قلبك عشان يدخل قلب المستمع يعني قبل ما تعمل عمل لازم يخرج من قلبك أولا وتهتم بيه وتدور على جملة جديدة حاجة جديدة آلة جديدة لحطها في اللحن يعني تعلمت منه الحقيقة الصبر في أن أنا أكون أم بعمل عمل مهم يعني نعم استاذ يحي الموجي هل هناك مواقف أنه حضرتك تتذكرها مع والدك الموسيقى الراحل محمد الموجي رأيت أنه تذكر لنا موقف باقي في ذاكرتك طبعا هناك مواقف كتير جدا ما بين وما بين الوالد مواقف ما تتنسيش زي مثلا في أعياد ميلادنا كان دايما نمسك العود ونغني في آخر في نهاية العيد ميلاد بعد ما نطفي الشامعة ونحتفل بالعيد ميلاد كان بيغنيلنا بصوته بيت العزة يا بيتنا لأن ده بيعبر فعلا عن بيتنا فعلا في مواقف تاني أنا طبعا ما نسهوش لما كنت بعز في عود أنا ببدايتي وأنا صغير طفل صغير كان عن 8 سنين 9 سنين كنت بلعب عود وبعدين شفني وأنا بلعب العود قال لي أنت شاطر في العود جدا فإبعد عن العود لأن العود ده ما زال يعني في المستقبل مش هيبقى له وجود قوي يعني فقال لي تختار قلة الكمان وتروح المعهد الكنسفاتور وتدرس أه أركسترا وتدرس كتابة الأركسترا وتدرس تأليف موسيقي وتدرس الهارموني كويس علشان هو طبعا ما تعلمش فبيحاول يعود ده فيه يعني قال لي تعالى ادرس وتعلم الدراسة لأن ده هيفيدك في المستقبل أكتر من عصفك على العود يعني وفعلا سمعت كلامه ونفزت كلامه بالحرف الواحد فعلا ونصيحة فعلا مهمة من موسيقار كبير وحضرتك كاكيد أنك حاصرت بكثير من المواقف العديدة في العائلة أستاذ حيل موجي هل اختلفت الألحان سابقا عن اليوم بما أنه حضرتك متخصص في مجال الموسيقى شنو اللي تغير يعني بوجود أجهزة حديثة ودخرة التكنولوجيا اليوم صار فرق كبير عن ما كان عليها سابقا في التوزيع الموسيقي طبعا الحم سابقا أو الألحان في عصرها الزهبي نعم بتاع الموجي والصنباطي وخبال الطويل وعبدالوهاب وبليغ النواية الأغاني اختلفت اليوم من دول يعني زمان كان ممكن الملحن يقعد في لحن سنة سنتين زي مثلا رسالة من تحت الماء تعملت في سنتين كراءة الفنجان خدت أربع سنين بيلحن فيها يعمل مذهب ويستنى ويعمل قبله ويستنى ويعمل الموسيقى ويستنى ويغير ويبدل لأنهم شايفين الأعمال دي بتبقى أعمال خالدة وفعلا هتبقى موجودة يعني فألحان زمان طبعا حاجة وألحان دلوقتي حاجة تانية مع تطور الألقات الموسيقية مع وجود الكمبيوتر ما كانش دي وجود في الأول الكمبيوتر طبعا سلاح زحاد ديني يعني ممكن يساعد الواحد لأنه هو يعمل عمل كويس وممكن أن أنا أتحكم في الكمبيوتر وأنا أخلي الكمبيوتر يعمل لي اللي أنا عايزه الكمبيوتر الحقيقة خلق يعني ناس كتير قوي ما لهاش علاقة بالفن لأن كل ما أنا عنده كمبيوتر بيقول لك أنا موزع وأنا هلحن وأنا هعمل ألحان اليومين دول يمكن ما بتستمرش علشان ما فيهاش طريقة زمان في أن اللحن يتعمل وبعدين الفرقة بثقية تجتمع ويعملوا عليه بروفات لمدة أسبوع أو أسبوعين قبل التسجيل دلوقتي أنا براح التسجيل في أغنية أنا معرفهاش بشوف النوات لأول مرة بسجلها يعني إحنا في عصر السرعة دلوقتي حقيقة مع العلم بأن فيه ألحان اليومين دول يعني تعتبر حلوة وألحان جميلة ولكن مش بأصالة الألحان الأديمة يعني أنا من الناس اللي بتفضل الألحان الأديمة يعني ده الاختلاف يعني بين ألحان اليومين دول وألحان زمان أستاذ يحي الموجي كلنا فعلا أنه يعني نميل إلى الألحان اللي تكون هي فعلا رصينة وذات معنى الموسيقار يحي الموجي حضرتك تعاونت مع الفنان الكبير كاظم الساهر أيضا عمرو ضياب وغيرهم العديد من الفنانين الكبار بصراحة برأيك من اليوم الفنان اللي ماسك الطرب والحداثة في الموسيقى في نفس الوقت يعني موازن بين الشيئين يعني طبعا في فنانين كتير مازالوا محتفظين بالأسالة بتاعتهم وأنا اتعاملت مع ناس كتير برضو يعني أصواتهم كويسة ومحتفظين بالأسالة وبالطرب أمثال مثلا قاظم الساهر أنا اتعاملت معاه ووزعت له حوالي أغنيتين أو ثلاثة أغاني أو أربع أغاني حاجة زي كده وتقابلت معاه وتكلمنا مع بعض حتى هو اتفاجئ أن أنا ابن محمد الموجي يعني ما كانش يعرف بعد ما اتعاملت معاه في أغانيتين ثلاثة اتفاجئ بعد كده أن أنا ابن محمد الموجي يعني ما قلت لهش فقال لي طيب يعني مش تقولي أنك ابن محمد الموجي دي يعني كان حاجة طريفة يعني طبعا فيه اتعاملت طبعا مع أصالة اتعاملت مع طبعا أنا اتعاملت معهم معهم تقريبا كلهم تقريبا اتعاملت مع وردة ونجاة طبعا نجاة صغيرة طبعا اتعاملت معاه وما زالت موجودة وصوتها حلو زي ما هي ولسه عمل لها اغنية قريب يعني اسمها كل الكلام قلناه اه رجعت بها الفن تاني اه تعملت مع اه اه مياد الحناوي اه برضو يعني ما زالت محتفظة بالأصالة اه اعملت لها اغنية برضو اه ونزلت حتى اليومين دول اللي بتتعمل في 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 الكنوات الفضائية يعني وفي مثلا سميرة سعيد برضو محتفظة بال بال بالغنى الاصيل معه اه تطور الالات الموسيقية اه في هاني شاكر طبعا انت عملت معاه في ماتحة صالح اه اتعاملت معاه للحجار محمد الحلو اه اتعاملت بقى مع مع طبعا عمر دياب يعني لي معاه مشوار فني كبير يعني اه هو بيحب الاغاني القديمة ونوعية الاغاني القديمة اه وبيحب امو كالسوم وعبد الحليم عشان كده هو محتفظ بانه هو رقم واحد لغاية دلوقتي ويعني عملت له تقريبا سبعين في مات تبانين في مات من الحم من الاغاني بتاعته يعني اه وفي ناس كتير طبعا يعني مش مش هقدر اذكرهم كلهم يعني 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 خايف انسى حد فيهم يعني فعلا حضرتك اكيد موسوعة كبيرة بخصوص التوزيع الموسيقي الموسيقاري حين موجي كنت يعني ضيف في برنامج المجلة الصباحية وراديو تايم سيكور واعتقد هذه اول مرة تكون في محطة عراقية كلمتك الاخيرة سار طبعا بشكر العراق وبشكر البصرة وبشكر الاهل العراق ويعني الولد كان الحقيقة من محبين العراق وكان وجيه العراق قبل كده وعمل شغل في العراق فاحب اشكركم جزيل الشكر على انكم يعني استدفتوني وكان لي الشرف ان انا اتكلم لاول مرة في البصرة ويعني ونستمر ان شاء الله في التواصل وشرف لي التواصل مع البصرة ومع العراق ومع الراديو ومع الاستاذ مصطفى نزار طبعا بشكرك جدا 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 ويعني اتمنى ان احنا نتقابل على خير ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا اليك ساد يحيى الموجي وان شاء الله اكيد ان تكون لقاءات اخرى ثانية اشتركوا في القناة